كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات حيث أكد مدبولي مواصلة الإجراءات والخطوات المتخذة في هذا الشأن بما يصهم في سرعة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف استعرض لاجتماع مقترحة فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء وطيران المدني والأليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات وحصول قطاع البترول على مستحقاته